ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر والحاصل على جائزة سموه للتنمية المستدامة عام 2016 وجائزة جوتنبيرغ للبيئة والتي تعرف بجائزة نوبل للبيئة كما يلتقي سموه مع السيد كيلاش ساتيارثي الحاصل على جائزة نوبل لسلام عام 2014 وهو ناشط اجتماعي وحقوقي من جمهورية الهند ويرأس مؤسسة كيلاش ساتيارثي للأطفال وتعد هذه الشخصيات القيادية في طليعة الرموز السياسية التي أسهمت بدور بارز في ترسيخ السلام والاستقرار في بلادها عبر انتهاج الطرق السلمية والتي أهلتها لنيل جائزة نوبل للسلام وتتيح هذه الزيارة فرصة للتعلم وتبادل المعرفة مع شخصية من الشخصيات المؤثرة والداعمة لقيم التسامح والتعايش وتنسجم هذه الزيارة مع نهج مملكة البحرين كدولة تعمل على تعزيز القيم الإنسانية النبيلة وللنهوض برسالتها السامية في السلام باعتباره الطريق الأكثر جدارة بالاهتمام من الشعوب والحكومات من أجل عالم آمن يسوده الاستقرار ويعمه السلام ترجمة نانسي قنقر